فزا مالك مؤخرا الأداء متراجع لدرجة أنك ما تبقاش فاهم ليه الفرقة ما بتوصلش ليه الفرقة ما بتهدتش فبالتالي ليه الفرقة بتفقد هذا العدب من النقاط اللي كان لولا لكان في القمة وبالسبب ده تراجع للمركز التالي دلوقتي ايه أهم الأسباب كابتن ناصر فيه سبب مهم جدا كمان بوس هاني فيه نقطة في التوفيق كمان في كورت القدر التوفيق عامل مهم جدا على فكرة يعني مثلا خلينا أضرب لك حاجة مثال الموسم اللي فات الموسم اللي فات كان القيد مقفول في نادي الزمالك مزبوط والزمالك ما كانش عنده سكواد يعني ما كانش عنده سكواد والدنيا كانت مقفولة خالص وخلينا نتكلم على ان قطاع الناشئين ان فريرة بص على قطاع الناشئين فاستعام بحوالي 4-5-6 لعبين دلوقتي بقى نجوم في فريق نادي الزمالك مزبوط على فكرة طريقة اللعب اللي كان بيشتغل بيها خلينا نذكر الناس 3-4-3 أو 3-4-2-1 الطريقة دي على فكرة نجحت بشكل بير جدا والزمالك أدى فيها التوفيه بقى في ايه بقى التوفيه في ان في الرغبة عند لعب تنزمالك واللعب الصغيرين اللي طلعوا دول كانوا عندهم رغبة وهم يثبتوا وجودهم في نفس الوقت مجموعة الخبرة اللي كانت موجودة كان عندهم إصرار واخدين ثقة من الدوري أول سنة ان هم يأكدوا على المسلم الثاني بالضبط كده لكن التوفيه كان ماشي في المباريات يعني الأداء الهارموني نفسه كان التوفيه ماشي في المباريات كتير أو الزمالك التوفيه كان ماشي بمعنى انت ما كنتش دايما بتبقى الطرف الأفضل بالضبط كده وكمان كنت كمان التوفيه في ان انت حتى كمان وانت بتحضر المباراة وانت بتحط تشكيلك وانت بتعمل تغييراتك كان كله فيه توفيه بشكل بير جدا فعشان كده خد البطولة هو السنة دي السنة دي كمان هو برضو بيأده بشكل بس اتغيارة الطريقة تغيير الطريقة اربعة تلاتة تلاتة فاتغيارة الطريقة انت ما بتلعبش بعشرة كمان في نفس الوقت غياب الونش مش موجود على فكرة الونش كان منجح مثلا ايه الخط الخلفي ده لما كان المسلوسي وكان الونش وكان حسام عبد المجلي عدم وجود الونش ده لكن هو قوة في خط الدفاع بيأثر بشكل بير جدا لما بتيجي عناصر جديدة تخش يا هاني على الفريق يعني في الصفقات اللي جادة انا برضو سعيد بالصفقات اللي موجودة دي بس في صفقات بتاخد لها وقت شوية لحد ما يحصل من سجان اه والتجانس مع تغيير الطريقة دي كمان مع استعاب الفكر بتاع فريرة دوت مع هو كمان فريرة في ماتشات غير في البوزيشن في المراكز اه يعني ايه مش بالضرورة ان انا مثلا عندي مثلا العيب زي زي سيد نمار مثلا اما بيشتغل بيشتغل ناحية الرئيط وبيأدي فيها لك جناح وكان بيأدي فيها بشكل كويس اوه مش بالضرورة ان انا ودينا حتى الشمال برضو يتقلق ويمشي بشكل كويس يعني الموسم بالفعل كان التوفيق موجود وكان ماشي وماشي بشكل كويس اوي لكن مش بالضرورة انا كمدير فاني لعيب حركه كتير ينجح في كل مكان هنا ساعات التوفيق يمشي معاك ولكن المراضي التوفيق مش موجود معلومة تنزل تجديد الدوافع عند عند اللعيبة كمان بشكل قوي جدا الانضباط انا عايز اتكلم على الجزء دي لانها مهمة جدا ليه بقى يا كابتن هل ترى ان الانضباط عنصر مفقود في الزماليك دلوقتي ايه جات في فترة من فترات عشان كده اعتقد يعني شوية بيحصل نوع من التراخي عند اللعيبة ان انت بتضمن كمان عدم احترام المنافس وانت بتلعب مثلا بتلعب اسوان او بتلعب الداخلية فبتلعي نفسك في ماتشين انت ضامن فيهم الستة بونت تلاقيق نفسك انت بتاخد بونت من الستة بونت بشكل كبير عملية عدم الانضباط دي كمان بتيجي من قط اللبس مهمة جدا يبقى فيش من الانضباط والالتزام والرغبة عند اللعيبة لازم تجديد الدوافع كمان عند اللعيبة كمان لان خلينا اقولك ان الزمالك دلوقتي في تحدي التحدي ان الزمالك ان انت بتحاول تنافس على البطولة للسنة الثالثة على التوالي ما حصلتش في تاريخ اه هي دي النقطة عودة الكابتن اسماعيل يوسف للإدارة على مستوى الفريق مرة تانية ترجع الانضباط ده اه تاخد لها اسماعيل خاض التجربة دي بشكل قوي جدا في 2015-2017 مع فريرة حتى كمان 14-15 اه بالضبط كده خلينا اقولك برضو ان ان كابتن وسامنة به ادى دوره على اكمل وجه بشكل بير جدا ونجح بشكل بير جدا مع الفريق بيجي بيجي كابتن اسماعيل يوسف شيء من الانضباط برضو يبقى موجود في نفس الوقت القت من رحيل كابتن قسامة نبيه على الناحية الفنية ولا ترى انه اساسا الراجل ما كانش بياخد قوي بآراء معاونين مصرية يعني خلينا اقولك النقطة دي مهمة جدا ودي بتعجبني كمان في مجلس إدارة نادي الزمالك انه دايما وده كان بيقولها دايما المستشار وعلى فكرة انا عشتها ولو هقولك كمان ان انا عشتها كمان في 2006 كمان مع المستشار وكمان ورئيس نانس الزمالك انه كان بيقعد على طرابيسة الطاولة ويبتدي يتكلم عن المدير الفن الأجنبي يقول له الناس دي لها دور ودور أساسي كمان ومشاركة كمان في الفن وستة كان معا مين؟ كان موجود بوكير كان موجود آه وكان موجود برضه جي كذا مدرب برتغالي لكن خلينا اقولك ان في الجزئية ديت لازم يبقى فيه دور للمدرب المصر ودور إجابي وفعال بشكل يبير جدا لأنه كلنا لما بنخش هاني احنا أولادنا الزمالة فكلنا بنخش بنخش نساعد احنا جايين نساعد وعلى فكرة دي تبقى في البداية يعني حتى وانا بكلم مع اسماعيل اسماعيل فبيكلمني بيقول له انا بكلم مع رجل الراجل الراجل عارف اسماعيل كويس قوي وكان سعيد قوي بوجود اسماعيل دلوقتي في المرحلة في المرحلة ديت اه بوجوده واللعيبة كمان في نفس الوقت